نهاردة كمان هذا التاريخ بيوافق اليوم العالمي لمكافحة السمنة وزيادة الوزن ده الحقيقة من أهم الموضوعات اللازم ننتبه لها وناخد بالنا منها كويس جدا لأنه ببساطة لو سألت أي دكتور إيه أكتر حاجة خطر على الصحة هيقولك السمنة والوزن الزايد الموضوع أكبر بكتير جدا من أنه شكلنا ما يكونش عجبنا أو أن الهدوم ما تكونش لايق علينا موضوع أكبر بكتير جدا لأنه السمنة هي من أهم الأسباب لأمراض كتير جدا يعني طبعا لقدر الله زي السكر الضغط أمراض القلب المشكلة الأكبر كمان إن إحنا الحقيقة بقينا بنشوف السمنة موجودة بين الأطفال والشباب بنسبة مش بسيطة الحقيقة لكنها يعني هينقول إنه في بعض الأسر بتحاول إنها يعني تتخلص من الموضوع ده أو حتى إنها تحمي ولادها من موضوع السمنة وفي أسر تانية بتبقى شايفة إيه مشكلة الولد لازم يتغذى هو صغير وبتبتدي إنها تغذية عن طريق وجبات غير صحية وغير متوازنة حتى السمنة مش بتأثر بس على الجسم لكن كمان ليها تأثير نفسي قبل ما يكون ليها تأثير طبي وده اللي بيؤثر طبعا على الثقة في النفس لأنه الشكل بيكون يعني مش ألطف حاجة لأنه الأطفال يمكن هم صغيرين ممكن يتكلموا ممكن يبقوا بيكلموا بينهم وبين بعض بهزار بيبقوا مش مدركين وقع الكلمة حتى الكبار يعني أحيانا بتشوف تنمر بسبب الوزن الزايد وطبعا ده بيؤثر على التواصل الاجتماعي بكل الأشكال كمان أيضا بيؤثر على الانتجية بين الشباب المفروض أنه في أفضل وقت في حياته للعمل والشغل فبيكون شيء صعب جدا أنك تشوف شاب في العشينات من عمره بياخد دواء ضغط أو دواء سكر أو مش قادر يشتغل أو مش قادر يقف لوقت طويل أو مش قادر يتحرك بالشكل الكافي ده بكل تأكيد مرتبط بالعادات اليومية والعادات الغدائية الخاطئة لأنه بقى أكتر الأكل دلوقتي هو الوجبات السريعة النشويات اللي وصلتنا لأننا نكون في الترتيب السبعتاشر بين أكتر عشرين دولة تعاني من السمنة على مستوى العالم رقم ده رقم خطير ومرة تانية يجب أن ننتبه لي ده طبعا وفقا للتقرير اللي صدر من منظمة الصحة العالمية بالتأكيد فيه كمان أسباب للسمنة تانية غير العادات غير الصحية للأكل بتكون أسباب وراثية وأسباب لها علاقة بالهرمونات لكن همنتكلم على السمنة يشازلي المرتبطة بالأكل اللي احنا دايما نشوف فعلا دلوقتي الأكل بيطلق عليه الجامب فود للأكل السريع الوجبات السريعة والنشويات الكتير مفيش ألياف تقريبا فأكلنا بنعتمد على دايما الوجبات السريعة والأكل غير الصحية